السلام عليكم خواتنا ان شاء الله تكونوا بقرأ جيناكم فيديو كيفية تنظيف انجكتار في المحرك بنزين في هذا الفيديو العلم جمع المحركات بنزين فيهم انجكتار للعلم هذا هو الانجكتار فيهم فيلتر يجي لداخل يجي لداخل مبلعين عليه يعني ما تقدرش تقلح هذا الفيلتر الصغير وهو ما يضيعوا الأغلبية من هذا الفيلتر كي تبوشا مع خاصة اللي صنص تعنا كالي يبطع الفيلترا يصنص ما يبدلهش بزاف يضيع هذا الفيلتر يتوسخ ترصوبه تبقى الداخل يبقى يضربتر واصينا يبقى يدير مشاكل يدير مشاكل في المحرك كي تسكني ويعطيك انجكتار والابياس ريغي تزيد واللي العلم الناس قاعدة بلاب اللي لابياس هي غالية احنا باش ما نضيعوش الاخوة انجكتار يرعي شريب 500 الف ولا 600 الف والفيلتر هادك ما عندكش كيفية تدير تنحيه باش تقيسها هكا في برو دوي اللي نقيه تقدر تدير هاد العملية اللي جاي نوروها الخاوط ناظروك وتولي تنقيه بالطريقة هاده وما تسحق زعمة ميكانية سهولة يكونوا عندك غير ادوات هاده سهلين باسيطين مشي زعمة حاجة ليتكلفك مصاريف وتولي تنقيه زنجكتار توعك بهذا الطريقة شا تسحق هنا تسحق الباتري تكون عندك باتري يكونوا عندك زوش خيطان تعدوز فولت دير عليهم شرط الطوب باش ما يبقاش انسان هكا قاضب لك الخيط تقعد شادة معاك نحيلهم هادك التاحهم الفيل الخيط الدورة تقضبهم بالشرط الطوب تكون عندك هاده تشيريها من عند كان كيري هاده قاعنا عارفوها كما تعليجي في بيسكلاتات وفتع لاف غلاس وقعد ضغيطة تشيريها كاي اللي يجو فيها اللي فيش هنا كاي اللي ما يجوش فيها كما هاده ما فيها الشادرنا لها درنا لها الخيط فوتنا لها الخيطان لوي نعليها الشرط الطوب ما تقدرش تفوت الانجيكتار ديرك لانه يبقى غير يبخ يبقى محلول لازم تكون عندك هاده ضغيطة باش نديروها هنا نسيطاروا مبيناتهم ومبعدا زيدو نفوتو له الخيطان هنا نديرو له اللي فيش كاينين هاد اللي فيش مش غالين يديرو عشرالاف ولا هاده الصغار تشيريهم تاني علاك كان كيري تركبهم فيه ويكون عندك المنظف تكون عندك المنظف هذا تعاليز انجيكتار تكون عندك تيو صغير تعاليوتور وسيرنج تفوت دير هادي تفوت تيو هذا تعقازوها صغير تعاليوتور ديره في سيرنج دخل الانجيكتار الداخل ويكون عندك الإيناء يكون عندك الإيناء كما غادي دير دروك شوفوا العمل اللي غادي ديرها ويشوفوا التراصوبات اللي غادي يخرجوا من الانجيكتار يراكور دي الخيطان أنه الأغلب اللي نضفنا لهم لزانجيكتار سلكوا من هاد التراصوبات هادي ما عندكش كيفا تدير تخرجهم لازم تنطوائه ديفوال بروديو ما يدي اللهوال وفي السيارة لازم حتى تنحي لزانجيكتار تنظفهم بهذه الطريقة كما هاكا شوفوا شادر سوى باش الإخوة ما يتودروش معانا اراه راكور داغي الخيطان له هادي قنا هادي اللي تفصل مبيناتهم لباش كيت تعبص طبخ يكون سهل اراه تشوف دروك اصبر شو كيت قولي ضغط لي نضغط لك نقاب ويو نعمروا شوية سيرانج شوف سيرانج كرا يعمر فيها يعمرها صبرا عمرها شوية زيت قلع صباحك باش يشوفوا تعمرت شوية سيرانج نبدو انبخوا على بركات الله بسم الله شوف شوف شا يخرج منه زيت عمر شو كي صداك شغول الماك يدير كي ما هاكا خاصة تلي ريزارفور اللي يتمشوا بالريزارف ما نصحهمش الإخوة تتمشى بالريزارف هادي الكيفية اللي يتنقى بها تقعد كي ما هاكا مدة واحد كنز مينيت حتى الفمينيت ونتا تبخ كي ما هاكا وتنقي تنقيهم في ربعة تقلحهم من لارون هادي كعملية سهلة يقد يقوم بها اي انسان هاكا خاصة ان اخوة اللي تحب تخدم بالجمعة او لا ما يلقى ما يدير يدبر ميكان يساقل حمله او لا وينقيهم ينظفهم شوف شرا يخرج من الانجيكتر شوفوا معنا جمعة وننصح الاخوة متطولش بالفيلتراهيسونس فيلتراهيسونس عندها مدة معينة تنشى به ترنت ميل تبدله كي اللي ينساه قع ميبدلهش ويضيع لك بزاف سوالح ان شاء الله نكونوا استفدنا خوتنا مع السلامة سلام عليكم دعونا الله معكم